ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعدما أتار سفره إلى إسبانيا بهوية مزورة خلافا ديبلوماسيا غير مسبوق بين المغرب وإسبانيا وقال جليل محمد المتحدث باسم الجبهة في إسبانيا وصل في سلام وذكر المتحدث أن غالي سافر إلى الجزائر من مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على متن رحلة طائرة خاصة مستأجرة رسميا نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب